أعزائي الأوكرانيون والأوكرانيات أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة تقرير مختصر لهذا اليوم أولا نواصل عملنا التقليدي الجديد المتمثل في الإشادة بأبطال أوكرانيا لقد تشرفت بتسليم شهادات الشقق إلى 30 عائلة من الأبطال الأوكرانيون جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية الضباط والرقاباء والجنود أنا ممتن لكل من عائلة جنودنا والجميع أبطالنا لأنهم قدموا لأوكرانيا هذه الحماية لهذه الشجاعة والقوة إنه لشرف لأن أمثل دولة يحميها هؤلاء الأشخاص ثانيا لقد زار رئيس وزراء بلغاريا كييف هذا اليوم البلد الجار الطيب لنا وفي الواقع تحدثنا اليوم عن كيفية جعل حسن الجوار أكثر فعالية وقوة ومن المهم زيادة التعاون الدفاعي والإنتاج المشترك في مجال الدفاع وفي التعاون السياسي وهناك المزيد من العمل الاقتصادي الذي ينتظر بلداننا توسيع التجارة وتوسيع بنيتنا التحتية وقوتنا اللوجستية شكرا لبلغاريا على أقص قدر من الواقعية واليوم شاركت في أعمال القمة الخاصة في باريس قمة القادة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي والموضوع الرئيسي هو كل ما يقوين في أوروبا استقرارنا وقدراتنا وبالطبع ترساناتنا وقدراتنا على إنتاج الأسلحة وتوزيع الأسلحة إلى أوكرانيا واستمرارية الدعم إن كل ما نقوم به معا للدفاع ضد العدوان الروسي يضيف الأمن الحقيقي لشعوبنا لعقود قادمة لأن كل خسارة روسية تعلم روسيا وأي خصم آخر لأوروبا والعالم الحر بشكل العام أن العدوان لا يؤدي ولا يمكن أن يؤدي إلى نتائج إن التعاون والتصميم هما جوابا ينبغي على الجميع تقديمهما لمسألة نهاية الحرب واغتراب السلام اليوم هو يوم خاص في أوكرانيا وكلنا نتذكر ما حدث عام 2014 حيث تم احتلال شبه جزيرة القرم وتم تحديد المصير المستقبلي للأمن الدولي والعلاقات الدولية بدأ كل شيء بشبه جزيرة القرم هذه النزعة الانتقامية الروسية وهذه الحرب الروسية وهناك في شبه جزيرة القرم لا بد أن يتعرض الشر الروسي لهزيمة كبرى لقد حققنا بالفعل نتائج مهمة في البحر الأسود نحن نعمل على تحقيق النتائج اللازمة في السماء وعلى الأرض في شبه جزيرة القرم وأنا ممتنه لجميع الشركاء الذين يساعدوننا إضافة إلى ذلك بدأ اليوم عمل منصتنا الاقتصادية صنعة في أوكرانيا هذه أداة مهمة أداة لتعزيز النمو الاقتصادي في أوكرانيا ويجب أن يفهم الجميع بوضوح يجب أن نمنح دولتنا وشعبنا أكبر عدد ممكن من الفرص لتلبية احتياجاتهم وحمايتهم إن اقتصادنا هو الضرائب المدفوعة في أوكرانيا هي التي تساعدنا على الحفاظ على الجيش يجب على الدولة أن تفعل كل شيء وستفعل كل شيء لإعطاء الاقتصاد الأوكراني أكبر عدد ممكن من الفرص ولمنح اقتصادنا أكبر قدر ممكن من التنوع خيارات التصدير والتجارة والإنتاج الحديث المشترك مع الشركاء والاستلع والخدمات الأوكرانية الخاصة نحن ندعم أوكرانيا قدر الإمكان حتى تتمكن أوكرانيا من ضمان مصالحها الخاصة قدر الإمكان في ساحة المعركة وليس فقط كل شيء من أجل قوة أوكرانيا ودعم أبطالنا ومجتمعنا بأكمله يجب أن نفوز يجب علينا أن نفعل كل شيء لتحقيق الفوز هذه مسألة بقاء لأوكرانيا والأوكرانيين لن يعطي أحد النجاح لدولتنا إلا من خلال عملنا المشترك معا شكرا لكل من يعمل من أجل أوكرانيا شكرا لكل من يقاتل من أجل أوكرانيا المجد لأوكرانيا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة